اهلا بكم من جديد اهلا بضيوفي اهلين استاذ الدكتور عبدالله زيبا رئيس جامعة البلقاط مساء الورد نشكر الله اهلا بك الدكتور احمد الخصان اهلا بك دكتور كيف حالك اهلا وسهلا بك الله يعطيك العافية اهلا بكم سأبدأ مع الدكتور عبدالله وبعد ذلك سأنتقل الى الدكتور الخصان دكتور عبدالله كيف حالك انا مشتاك شو اخبارك في شامل ولا لا والقرار عندك لا تقول لي بكرة باجتماع مجلس التعليم القرار عندك اولا مساء الخير لك ومساء الخير للوطن وللمؤردريين ولقائدها للوطن والله يحمي الوطن ونعدي هذه الازمة بسلام وهذه النقطة الاهم بالنسبة لنا موضوع امتحان الشامل هو ليس عندي انما هو عند اللجنة العليا لامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة الا انه هناك قرار في هذا الخصوص اليوم احنا تواصلنا لانه احنا ابناءنا الطلبة ايضا بهمنا راحتهم النفسية انت تعلم بانه جلال سيدنا اكانت توجيهاته واضحة انه وازد ما بين التعليم وما بين بقية صحة المواطن لكن يجب انه ابناءنا الطلبة ان يحصلوا على التعليم الذي يستحقونه وبالتالي الدرجة الجامعية المتوسطة كان هناك دورة ربعية وهي دورة استثنائية بعض الطلبة قدموا جزء من الامتحان العملي ومع ذلك عندما اصبح قانون الدفاع النافذ كان لابد من ايقاف الامتحانات العملي حفاظا على سلامة ابناءنا الطلبة الا انه احنا الان امتحانات النظرية سوف يجب انها كانت حد دورة ربعية تبدأ يوم السبت 11 شهر وانا بطمن ابناءنا الطلبة انه احنا الان حننقل هذا الامتحان وحيكون مع امتحان الصيفي لانه احنا في الوضع الطبيعي ان يكون هناك امتحان الدورة الصيفية وامتحان الدورة الشتوية واحنا منخفف كثير على ابناءنا الطلبة حتى نعطيهم فرص يعني نستطيع الحديث الان بان امتحان الشامل سيكون وقته مع امتحان الدورة الصيفية لكن هذا قرار قرار عربة من ابناءنا الطلبة انه الامتحان الذي تقدموا فيه بعض الطلاب اللي تقدموا بامتحان العمل اللي تقدموا فيه حيحسب لهم. ما رح يضيع لهم. ورسومهم كلها حتنتقل إلى امتحان الدورة الصيفية. علاماتهم حتحفظ. رسومهم حتحفظ. كل ما هناك انه امتحانات النظرية حتصبح مشتركة. وهي امتحانات عامة. إلا أنه هناك البعض حيثير السؤال. ويمكن تجي كل رسائل. ونبدأ للطلبة. أنه ماذا عن المستنفذين حقهم. هناك أيضا حيكون قرار أخذ بأنه حيمنحوا قرارا استثنائيا بدورة استثنائية حتى نحافظ على مصلحة أبناءنا الطلبة. وبالتالي امتحان الشامل اللي كان مقرر بشهر خمسة. عربعة. بشهر أربعة سيتم بالدورة الصفية. واضح؟ واضح. ما علي خلاف. بدأت وصل لي هذه الرسالة لطلبة الشامل. يعني أنا بخاطب أبناءنا الطلبة. اللي كان عددهم حوالي أربع آلاف طالب بتهم يتقدموا لامتحان الدرجة الجامعية المتوسطة. الدورة الاستثنائية. الدورة الربيعية. الآن نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي نمر فيها. ونظرا لتعليق الدراسة في الجامعات. وحفارا على سلامتهم. لأنه إحنا بهمنا أيضا السلامة بالدرجة الأولى. حينتقل امتحان الدرجة الجامعية المتوسطة. اللي كان لازم ينعقد يوم السبت القادم. حتى السبت الذي يليه. إلى الدورة الصيفية. مع المحافظة على كافة حقوق الطلبة. اللي تقدموا لامتحان العملي. علامات محفوظة. وتنقل محهم إلى الدورة الصيفية. شايفية. طلعنا بقرارة اليوم. شغلة ثانية. نعم. أنت ريت جامعة البلقاء. الاختبارات. أي اختبارات؟. الامتحانات. وامتحانوها طلاب الفصل الثاني. وفيه صيفي. وفيه طلاب. وقال لي رقم مخيف. 300 وبدريش قديش كم ألف. على إيش. طلاب عدد طلاب الجامعات. ولا أعطاني لحق ولا باطل الخطيب. وقال لي كمان يوم يمطلع القرارات. وأنت عندك توصيات وأنت تعلم بهذه التوصيات. هل ستكون نتائج الامتحانات للطلبة. الجامعات ناجح. راسب؟. أنت سألت لسؤال مباشر. وأنا سأجابك. اليوم كان هناك اجتماع لمجلس التعليم العالي. لكن أنا حقيقة غير مطلع على قرارات مجلس التعليم العالي حتى هذه اللحظة. لكن مطلع على التوصيات. لحظة. فهو قرارات مجلس التعليم العالي. أو توصيات مجلس التعليم العالي. التي أخذت اليوم. أنا كرئيس جامعة البلقة لم تصلني وغير مطلع عليها. لكن عندنا رؤساء الجامعات. كل رئيس جامعة. له وجهة نظر مختلفة. ولكن هذا ضرف استثنائي. ونحن نتحدث عن قانون دفاع. نتحدث عن 32-33 جامعة وطنية. وبالتالي. أنت تعلم. كان الهم الأول إلنا. أنه فعليا نحقق رؤى جلالة الملك. أنه نأمن طلابنا بتعليم يليق فيهم. مع المحافظة على جودة التعليم. طيب. بطريقة جيدة. مقبولة. تليق بأبنائنا الطلبة. حتى ما نضيع عليهم فرص هذا الفصل. أما موضوع. إحنا عندنا مثلا خيارات في جامعة البلقة. لكن لن نشذ عن القاعدة. هناك يجب أن يكون قرار مركزي واحد لكل الجامعات الوطنية. وما يتم الاتفاق عليه. ما بين رؤساء الجامعات مع وزارة مع معالي وزير التعليم العالي. رئيس مجلس التعليم العالي. يجب أن ينفذ على جامعة. ماشي. يعني أنا أريد أن أخذ منك جواب. أعرف ما أريد أن أخذ منك جواب. لا أنا أعطيك جواب. لك بدي توصيتك. الدكتور عبد الله بشكل شخصي. ماذا يرى؟ بشكل شخصي. كرئيس جامة اللقاء. أقول لك مش رئيس جامة اللقاء. بشكل شخصي. أكاديمي. الدكتور عبد الله ماذا يرى؟ ما هو الأنسب للطلبة؟ وخصوصا تعلم عن بعد ما جاء فايد كثير. لا أحبا شوي. هلأ تقولي التعلم عن بعد ما جاء فايد كثير. أنا ممكن أحكي لك شغل. اسمح لي أخي عامر. لا أنا أحكي بالعموم. بدي جامعة البلقاء. بدي رأيك. بدي رأيك. أنا بالنسبة لي كجامعة بلقاء تطبيقية نوعا ما. كنا مستعدين. وكان لدينا خيارات في موضوع التعليم عن بعد. وكنا مدربين مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية من عام 2017 مع الفرق فرنسية. ومع ألمان. ومع جامعة إكسفورت في بريطانيا. كيمبريج في بريطانيا. وأيضا مع الكوريين. وبالتالي أيضا مباشرة. يمكن قبل ما تحصل الأزمة عندنا ونأخذ هذا القرار بسبوع. كنا مستأجرين سيرفرات من ألمانيا. أربع سيرفرات كل واحد. أثنين تيرابايت خصصناها لهذه الكليات. وبالتالي أنا بقيم تقييمي لجامعتي. نحن عندنا فريق أزمة. وبالتالي نحن كل يوم نحلل كل النتائج التقاريري التي تجينا من الكليات. الثاني يوم إذا يوجد خلل من عالجها. وأنا سمعت بعض الأسئلة التي طرحتها للأخ مهند قبل ما تكونون. إذا أنا هذه التلفوني أحكي لطلابي. إذا عندهم أي ملاحظة على أي دكتور. ما بدني على الهواء يحكي لنا إياها. تلفوني 079 لا 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 في إجدعي. 0-005 يودوني مباشرة أي ملاحظة. لأنه عندي مركز التعلم والتعليم المبعد بتابع هذه الأمور. ما قلت لي رأيك. مع ناجح راسب ولا لا. أنا مع أن يُعقد امتحان لأبنائنا الطلبة في حرم الجامعة عندما تزول هذه الظروف الحالية. وطولت هذه الظروف. نحن نتمنى إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي. بس الواقع بيقول لك راح أتطول. يعني شو أتطول؟ يعني كم تتطول؟ في نهاية النهاية بدهم طلابنا يرجعوا للجامعة. فيش صيفي؟ يعني أحكي لك أنك تقول ما في صيفي أيضا. هذا الحكي. اسمح لي الأخ عامر. طيب. إنه ما في صيفي أيضا سابق كثير لأوانه. ممكن أن أنت الصيفي بدل مكان عشر أسابيع يترجعوا زي مكان أول ثمان أسابيع. شو المشكلة؟ مش مشكلة. معناته توصية. في عندك خيارات. معناته تقليص الصيفي. أهب أينت. لا في عندك خيارات أنت بتحكي فيها لكن يجب ألا تنفرق